مرحب بيكم مرة تانية وضربات لأخبار النادي الأهلي وفرقة مختلفة زي ما احنا متعودين مرستتنا الجميلة منا إبراهيم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة حتكون معنا دلوقتي منا صباح الخير عليك مرحب بيك أنا وكريم وشامعينك تفضل يا صباح الخير عليك أنا هاندو صباح الخير عليك يا كريم صباح الفرحة والسعادة على كل الأهلوية ومتابعة شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يمكن هنا الأعضاء في النادي الأهلي فرع الجزيرة مازالوا بيعيشوا فرحة والسعادة بسبب الخماسية الأهلوية التاريخية اللي حقق فريق كرة القدم للنادي الأهلي أمام فريق نادي الزمالك في القمة اللي فاتت حقييني كابتن أو ميستر بيتسو موسيماني لحد دلوقتي احنا الفريق مازال في راحة سلباء وأجازة دهالهم ميستر بيتسو موسيماني لخمس أيام بعد مباراة القمة الخمس أيام دول هيبقوا فترة كافية جدا وكويسة جدا أنه أي فريق أي لعب كان حاسس بلود أو بتعب بدني أو شد أنه يقدر أنه هو يسترجع بدنيته بشكل كبير وكويس جدا المباراة القادمة هتبقى مع المقولين العرب الفريق هيرجع يتمرن يوم 11 إن شاء الله الشهر الجاري ومباراة المقولين هتبقى في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم 19 المقبل إن شاء الله بنتمنى لهم التوفيق كله أما كرة السلة رجال قيادة ميستر أوجيستي بوش اللي ممكن يضمنوا التأهل النصف النهائي من دوري المرتبط أو يكسبوا من قبل حتى ما يلعبوا النهاردة وده طبعا هيتحقق بعد مباراة الشباب تحت 18 سنة اللي النهاردة مباراةهم الساعة 4 على صالة الأمير عبدالله الفيصل في دوري المرتبط أمام المصري للاتصالات المباراة هتبقى بتاعة الشباب 18 سنة الساعة 4 أما مباراة الرجال الفريق الأول هتبقى الساعة 6 مساءً أيضاً مع المصري للاتصالات في دور الربع النهائي من دوري المرتبط عايزة فكرك يا كريم ويا نهواند بنتائج نفس المباراة للاتصالات ولكن الزهاب كانت خلصة الرجال في الزهاب 74-65 أما الشباب في الزهاب أيضاً كانت 92-41 نتمنى لهم النهاردة الفوز إن شاء الله بالنسبة للفريقين وأنا متأكدة أنه حتى لو فريق الشباب قدر أنه يستحوذ على المباراة وكسب هيبقى برضو الفريق الرجال أوه بيلعب بقريحية شوية مثل الأوجيستي هيبقى بقريحية شوية ضمن التأهل ولكن أنا متأكدة أنه هو هيبقى حابب أنه يحافظ على العلامة الكاملة ويكتسح كل منافسي حتى الآن أما كرة السلة سيدة بقيادة كابتن علي هاشم نهاردة تدريبهم الساعة 7 مساء على صالة الشهدة استعادانا لمباراة جزيرة الورد المواتش اللي فات برضو كان مع جزيرة الورد خلص بنتيجة 159 في بطولة دوري المرتبط كابتن علي هاشم استعاد قوى الفريق بشكل كبير جداً بعد خسارته للسوبر أمام سبورتينج لأنه المواتش اللي فات أمام جزيرة الورد هو تقريباً كان مستحوذ على المباراة من أولها الفوركوارتز بتعنا الفوركوارتز كابتن علي مستحوذ عليهم فنقدر نقول أنه هو قدر يستحوذ على المواتش كله وإن شاء الله نفس الشيء يكون في المباراة القادمة أما النهاردة يا كريم ويانا هوند في مباراتين وديتين بتشهدهم قطاع قرط الطائرة في النادي الأهلي أولهم وديت الرجال مواتش ودي النهاردة الساعة 9 مع هليوبلس كابتن محمد مصلحي بيعد فرقته بشكل كبير جداً حابب أنه هو فرقته تبقى بدنياً وفنياً جهزة فعندهم النهاردة تمرين من 11 لواحدة صباحاً في الجيم ده بدني وبعد كده الفني بقى هيبقى هينفذ أمام هليوبلس إن شاء الله في المباراة الودية أما وديت السيدات هتبقى مع وادي دجلة الساعة 8 مساء على صالة المعادي ده استعداداً أيضاً للموسم الجديد وحبان هوند أقول لك أنه الأهلي نجح في أنه ينهي صفقة أو يتم صفقة كبيرة وقوية جداً في كرة الطائرة سيدات ضم زينة العالمي لعبة نادي الصيد بتشغل مركز أربع هي لعبة قوية جداً وإن شاء الله هتبقى إضافة الفتيات الزهب هي تقريباً لعبة المنتخب على مدار السنين كلها اللي لعبت فيها وتقريباً شاركت في كل البطولات الخاصة بكرة الطائرة إن شاء الله تبقى إضافة قوي جداً لفتيات الزهب أما أيضاً فريق ناشئات طائرة 14 سنة أيضاً كرة الطائرة عندهم النهاردة مباراة ضد النصر الساعة 6 في بطولة منطقة الكاهرة على صالة الشهداء هنا بالنيدي أيضاً وأخيراً كرة اليد سيدات عندهم تدريب النهاردة ساعة 6 استعداننا لمباراة نيدي الشمس في دور يوم السلساء القادم وفريق بنات 2004 عندهم مباراة أيضاً النهاردة الساعة 6 على صالة الجزيرة في بطولة الجمهورية يعني نهاردة الأهلي أو فرق المختلفة بيشهد مطشات كتير جداً إما ودية أو رسمية بنتمنى التوفيق طبعاً للكل الودي قبل الرسمي لأنه الاتنين بيكملوا بعد ده بيكمل ده وبيدي ثقة كبيرة جداً للاعبين حتى المطشات الودية بتبقى مع فرق كبيرة ومحترمة بتدي ثقة كبيرة جداً للفريق والكابتن أو المدير الفني الخاص بكل فرقة إنه هو يقدر التاكتكس بتاعته ويقدر ينفذ خطته الفنية بشكل كبير جداً استعداداً طبعاً لكل المباراة الرسمية ونتمنى كل التوفيق النهاردة دي كانت كل أخبار المشات الرياضي النهاردة من داخل فرع النادي الأهلي بالجزيرة أعود إليكم برة تانية في سوديك وشكراً جداً الكريم شكراً يا نها وانت تفضل شكراً لك يا منا على هذه التغطية الرائعة شكراً جداً